أكد الدكتور عمرى طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للسسمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنفسية التي تحظى بها مصر والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها في مصر جاء ذلك خلال زيارات لمركز التميز التابع لإحدى الشركات الأمريكية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا حيث أشار الوزير أنه يتم بالتعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات